موسيقى هل طلبت رؤيتنا بني؟ أريد استشارتكم بخصوص مسألة مهمة أمي الأمير سعد الدين يريد إنقاذ أرال بدفع الدية لقد فاوضني بالأمر هذا الرجل حاول قتل ابني ألي يخاف هذا الأمير الله أبدا؟ المحاربين الذين قتلهم وزوجاتهم وأمهاتهم لقد حزنوا يا سيدي أنتم أيضا قد عانيتم الكثير مثل عائلات المحاربين الذين استشهدوا لهذا السبب أردت استشارتكم بهذه المسألة ماذا يدور في عقلك أبني؟ التحدث مع عائلات المحاربين الذين استشهدوا وإقناعهم بأمر الدية هذا هل ستدع أورال ينجو بفعلته تلك السيدي؟ لا حليمة قدر هذه الأراضي لن يكون إلا باتحاد القبيلتين كقوة واحدة وقلب واحد أنا أكافح من أجل هذا فقط ومن أجل أن يتم ذلك يجب أن يرأس عليار قبيلته أما إذا مات أورال وأصبح الشخص الذي يريده كوبك سيدا لن يبقى أمان في هذه الأراضي لا نملك القوة لنقاتل قبيلة تشافدار من ناحية والقلعة من ناحية أخرى وسنغرق جميعا في قضية الدم هذه لهذا السبب كي يصبح عليار سيدا يجب علينا أن نقبل بذية أورال ماذا ستفعل بني؟ سأطلب من الأمير مقابل حياة أورال أن يرأس عليار قبيلة تشافدار وإن لم يقبل بهذا فسأقتل أورال إذن سيعود أورال إلى قبيلته حيا أليس كذلك؟ سيدي إن بقي الذي يدعى أورال هذا حيا فلن يأخذ روحك فقط بل سيأخذ روح ابننا جوندوز أيضا ألا تفكروا بجوندوز؟ كيف تظنين بهذا وأنا ما زلت حيا حليمة؟ عن إذنك سيدي دوندار نعم سيدي أخبر عائلاتي المحاربين الذين استشهدوا أني سأستضيفهم في خيمتي أريد استشارتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر